أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى والشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوة أن تنظيم يوم البحرين الرياضي يأتي تجسيدا لتوجهات القيادة الحكيمة لتعزيز الثقافة الرياضية بالمجتمع البحريني وقد ثمن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بتخصيص نصف يوم عمل للنشاط الرياضي اليوم الثلاثاء وتوجيه سموه لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتنظيم الفعاليات الرياضية التي تعكس تطلعات سموه نحو تنمية الوعي لدى جميع فئة المجتمع بضرورة ممارسة الرياضة واتخاذها نمط وأسلوب حياة صحي وقد أشهد سموه بالجهود المتميزة التي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية للعمل نحو تخصيص يوم البحرين الرياضي الذي يتوافق مع الخطوات التي اتخذتها دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية في هذا الجانب والذي يحقق رؤية أصحاب الجلالة والسموه قادت دول المجلس بتخصيص يوم رياضي وطني دعما لجميع الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية بالمنطقة وكذلك السعي نحو اعتماد ممارسة الرياضة بالشكل الذي يحافظ على صحة الأفراد ويسهم بتقليل إصاباتهم بالأمراض المزمنة بما ينعكس إيجابا على بناء مجتمعات خليجية سليمة وصحية وقادرة على مواصلة العطاء لتنمية وبناء المجتمعات وقال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إن تنظيم هذه الفعالية الرياضية الوطنية يعزز من اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وتنمي قيم الأخوة والمودة فيما بينهم ويسهم في إيجاد جو من الألفة والمحبة ويساعد على تقوية الروابط المجتمعية كما أنه يحقق جزءا من التوازن بين العمل اليومي والرياضة ويعتبر فرصة لتحقيق المقولة المشهورة العقل السليم في الجسم السليم والذي يدفع بالأفراد لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم ويمنحهم الطاقة الإيجابية التي تساهم في دفعهم نحو الإبداع والعطاء بما يخدم التطور وارتقاء الحركة التنموية في بلدنا العزيز وقد وجه سموه الشباب البحريني للمشاركة في هذا الحدث الرياضي موجها سموه الشكر والتقدير لكافة القطاعات الحكومية التي ستنظم مختلف الأنشطة الرياضية في هذا اليوم مقدرا الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة العليا للحدث برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة والأمان العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤود الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية للتحضير والإعداد لمختلف الفعاليات متطلعا سموه في هذا الوقت لاستمرار هذه الفعالية التي تشجع الجميع على ممارسة الرياضة التي تعتبر مصدرا للطاقة الإيجابية ودافعا حقيقيا نحو الإنتاج والتنمية في جميع المجالات